أعلن مكتب حملة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أنه جمع أكثر من مليوني طوقية لدعم ترشيح خلال انتخابات رئاسية المقبلة والمقررة في أذار المقبلة بوتين اختار أن يقدم نفسه كمرشح مستقل علماً وأن دستور بلاده ينص على وجوب تجميع 300 ألف تسكية عبر كامل أقاليم البلاد وهو شرط شبه تعجيزية قاد إلى انعدام منافسين لبوتين ما عضى ثلاث رشحهم البرلمانة وقد وافقت لجهة الانتخابات بالفعل على ثلاثة مرشحين لخوض غمار الرئاسيات المقبلة رشحتهم الأحزاب الممثلة في البرلمانة سيطرة بوتين المحكمة على النظام السياسي في روسيا والتي عززها على مدى الأعوام الأربعة والعشرين الماضية تجعل إعادة انتخابه أمراً شبه مؤكدة وبموجب الأصلاحات الدستورية التي اعتمدها فلاديمير بوتين يحق له الترشح لفترتين إضافيتين مدة كل منهما ست سنوات بعد انتهاء ولايته الحالية هذا العام مما قد يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2036